إزاي نفس الاتنين عن بعض؟ هنا فيه ضغوطات وهنا فيه ضغوطات هو القصة بتبقى محتاجة شخص منظم شوية في تفكيره ومحدد هدفه إحنا بنشتغل وبننجح وبنكسب عشان نبني أسرة سوية لأنه أنت تشتغل وإسمك يكبر وحجم عملك يزيد دخلك يزيد وفي الآخر ده ينعكس أنه فيه طفل ما أكملش تعليم أو زوجة مثلا منهارة فنفقد تواصل الأسرة أو حد منهم يبقى تعبان وأنا مش شايف تعبه يعني أنا بستغرب كتير قوي أنه يجي لي ابن أو بنت عندهم مثلا 14-15 سنة جاي العيادة لوحده فين بابا وماما؟ ماما يعرفونش أن أنا هنا أنا جاي مع صاحب أو أن زوجة مثلا بتاخد قرار أنها تنفصل وبتكلم في ده مع صاحبتها لأنه الزوج اللي موجود في البيت ما يعرفش أصلا هي وصلة بمشاعرها ومشاكلها لحد فين راجل مثلا عنده مشكلة كبيرة قوي في شغله ومؤثر على دخله والبيت لسه بيطلب بنفس المستوى اللي كان بيطلب به في وقت ما كانت الأمور فيها انفراجة كبيرة فده معناه ما فيش تواصل إحنا مش عايشين مع بعض نحن كل واحد بيخرج بيعمل حكته ولما بيرجع هو ساكت أو مش معنا فإحنا ما فيش حد فينا يعرف التاني بيفكر فيه طيب دكتور في نفس الوقت في حد أو معظم الرجالة بنسمع مثلا شكوى منهم إنه هي المفروض تقدر إن أنا عندي مشاكل في الشغل هي المفروض تتعامل مع إن أنا مسؤولة عن البيت ده فبيبقى عندي مشاكل في الشغل فلازم أفكر في المشاكل دي بتبقى شغليني لأن هي بتؤثر لو حصل مشكلة في الشغل بكل تأكيد بينا عكس كمان على البيت فهي المفروض إنها تقدر لأنه وظم الوقت يعني هما بيبقوا سكتين أساس هنف صحي جازلي نظبوط والله إحنا لما يقى يا فاندم في حد عنده مشكلة في الشغل أو داخل مبوز في الشغل يقوله إيه من ضغطات البيت هتلاقيه متخانق مع مراته هتلاقي فيه هتلاقي فيه فالموضوع أعتقد صعب الفصل جدا هو لو أنت يعني عارف الأدوار المهمة في حياتك إيه وحريص عليها يعني المفروض أن أنت دخلت الشغل انشغالك بشغلك والخطة اللي أنت هتعملها النهاردة هتخليك تعرف تفصل أنت جاي من البيت بمهموم شكلها إيه يعني أنت جاي النهاردة الصبح محضر موضوع معين تمام فيه أسئلة معينة هتقولها فيه دور معينة هتلعبه في التقديم فده لو انشغلت بالنقطة دي وركزت فيها قوي المخ بيبتدي يفصل الحاجات القديمة اللي أنت جاي بيها من البيت دي فيها ميزة أنا ساعات لما بنيجي نعالج حد عنده مشكلة بنقوله اشتغل لأنه شغلك هيديك مساحة من الوقت بعيدة عن مشاكل البيت هيديك اهتمامات تانية بعيدة عن حياتك هعيش خلد بالك وفكرك بالزبط فدي بتهون عليك كتير قوي وبتعملك أهداف جديدة في حياتك تارجتس جديدة في حياتك فبتخلي الموضوع يبتدي تحل بالتدريج لأنك هتصفى شوية هتبعد شوية هتفكر أحسن هتاخد قرار عملي أكتر بدل من تقعد في وسط الانفعال وطول الوقت مجدود به فمش تعرف تاخد قرار صحي ترجمة نانسي قنقر